ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المحلل الاستراتيجية دكتور أحمد الشهري ومدير تحرير جريدة الرياض الأستاذ خالد أربش مرحبا بكم طيفي الكريمين دعني أبدأ معك دكتور أحمد يعني مع اختتام زيارة الملك سلمان لروسيا كيف ترى النتائج التي حققت هذه الزيارة في ضوء أن موسكو وصفتها بالناجحة بكل المقهيس بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخ عمر وإلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين الكرام الحقيقة أنا أتفق مع ما ذهب إليه الرئيس الروسي وأيضا ما نذهب إليه نحن من أن هذه الزيارة قد نجحت قبل أن تبدأ فمجرد أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يزور روسيا كأول ملك سعودي لهذه الدولة العظمى هو بحد ذاته نجاحا قبل أن يبدأ فما بالك وقد تمخض عن هذه الزيارة تحقيق أهداف استراتيجية بين البلدين تؤرخ للمستقبل الدولي والعربي وأيضا العلاقات البينية بين البلدين فلو أردنا أن نختصر هذه العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا فقد انتقلت من مرحلة العلاقات البينية إلى مرحلة الشراكة والتعاون بعد تسعين سنة من العلاقات المتجاذبة نقول الآن لقد بدأ مرحلة وحقبة جديدة بين القطب الشرقي والعملاق الإسلامي المملكة العربية السعودية هنا نستطيع أن نقول أن كفتي الميزان قد اعتدلت الآن على العمود الأساسي لهذا الميزان وهي قلب العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية من هنا أقول أن هذه الزيارة قد كتبت تاريخا جديدا لتاريخ العلاقات ولذلك أقول قول الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوته من رباط الخيل قد حققت الآن من هذه الحزمة الكبيرة من الصفقات التسليحية ومن الصفقات الاستراتيجية التي ستخرس كثيرا من الألسل سنأتي عليها تباعا ولكن أسأل الأستاذ خالد الربيش هذه الزيارة حملت اتفاقيات كثيرة اقتصادية يعني 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم النتائج الاقتصادية مع اختتام هذه الزيارة سيد خالد عندما نعود بالأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني واحدة من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه الرؤية هي التحول من الاقتصاد الرائعي المعتمد عن النفط كمصدر أساسي للدخل إلى تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب رؤوس أموال أجنبية وكذلك توطين صناعات مهمة اليوم كما تعلم عمرو يعلم الجميع أن اليوم القطاع الصناعي واحد من أهم محفزات الاقتصاد لأي بلد يعني ألمانيا أصبحت بلد عظيم وكبير على مستوى أوروبا والعالم لأنها بلد صناعي قوي جدا وبالتالي ما خلصت لي زيارة خادم الحرمين إلى روسيا من خلال توقيع عدد من اتفاقيات في القطاع العسكري التي تهدف في الأساسية ليست فقط نقل للصواريخ وزيادة ترسانة المملكة في هذا الجانب لكن نحن نتحدث عن نقل تقنية صحيح وتوطينها كذلك وتوطين موارد بشرية نعم وتوطينها وكذلك توطين موارد البشرية لاحظ عمر ورجعنا مثلا تجربة المملكة في استخدام طائرات الـ F-15 المعروفة على مستوى العالم أصبح اليوم الشباب السعودي يستطيع الطيران يستطيع الصيانة يستطيع الإدارة الاستراتيجية بل أن هناك شركات سعودية أصبحت تدخل في تصنيع بعض القطاع والأجزاء من هذه الطائرات هذا الأمر بالتأكيد ما أتى إلا من خلال التدريب والتأهيل والعمل وصولا إلى هذه المرحلة وبالتالي هذا الانفتاح اليوم على روسيا ونقل التقنيات العسكرية المتقدمة تتميز فيها روسيا سيقودنا بإذن الله إلى مزيد من القدرات والقوة الاقتصادية في جانب التصنيع العسكري طيب دكتور أحمد الزيارة والصفقات العسكرية نتحدث عن النظام الدفاع الجوي S-400 أنظمة كورنت EM رجمات الصواريخ توز 1A وكذلك رجمة القنابل AGS-30 سلاح كلاشنكوف وكذلك تصنيع داخل السعودية لو نلاحظ بعد موافقة السعودية على شراء منظومة S-400 بعدها بساعات وافق الكونغرس أو وافق عفوا البنتاجون على بيع السعودية منظومة ثاد ما دلالات هذا الأمر وتوقيته كذلك جميل جدا أولا تعلم أخي الكريم أن سوق السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية هو كطاع خاص وعبارة عن شركات خاصة بينما سوق السلاح الروسي هي كطاع حكومي لذا الشركات الأمريكية عندما رأت أن الصفقة أو المشروع قد ذهب إلى روسيا وهذه شركات كطاع خاص تدفع ضريبة وعليها التزامات مالية وعندما تذهب تشتري سلعة بمثلا بألف ريال ثم تجد نفس السلعة بنفس الجودة بخمسمائة ريال فعند ذلك سوف تذهب تأخذ الأرخص المنظومة السلاح منظومة الصواريخ S-400 هي بنفس القدرات التي توفرها صواريخ ثاد الأمريكية وبسعر أقل وبجودة أفضل لذلك سوق السلاح الأمريكي هو هب ليستطيع أن يحاول أن يدرك ما يمكن إدراكه لأنه قطاع خاص ويريد أن يحقق شيء من المكاسب لكن مسؤول أمريكي شكك بأن صفقة S-400 ستتم ما رأيك بهذا الأمر؟ أنا أعتقد أن الموضوع قد مت فيه وقد تمت الاتفاقية والتفاهم قد تم من عام 2015 و2017 وما زيارة خادم الحرمين الشريفين إلا تتويجا لهذه التفاهمات التي حصلت خلال هذه السنوات الماضية صحيح هناك اتراضات صحيح هناك من لا يريد أن تتم هذه الصفقة لأسباب اقتصادية لأسباب سياسية لكن الموضوع قد انتهى وقد حل والآن مثل ما تفضل الزميل الأستاذ خالد لم يعد المسألة مسألة شراء أسلحة وإنما أيضا هذه الصواريخ سيكون جزءا منها هو تصنيع داخل المملكة العربية السعودية مع الصيانة والتدريب وهذا ينسحب على بقية المعدات الأخرى سواء في الدبابات أو ناقلة الجنود أو راجمات الصواريخ هذا كلها ينطبق مع خطة التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تضمن أو تشمل أن تتحول من بلد استهلاكي إلى بلد صناعي كل الصفقات التي أبرمت سواء مع أمريكا أو مع الصين أو في شرق آسيا أو الآن مع روسيا 50% من هذه العقود تعتمد على المحتوى المحلي وتدور داخل السوق المحلي مع نقل التقنية لذلك أقول جميع الاتفاقيات التي أبرمت هي اتفاقيات شراكة تنقل التقنية والتقنية السعودية في مجال الفضاء في مجال الطاقة في مجال الطاقة الذرية النووية أيضا الأسلحة كاشونكوف التي تفضلت في تقريركم سوف يتم صناعة المملكة السعودية أجزاء من منظومة الصواريخ S-400 أيضا ناقلة الجنود قاذفة القنابل هذا سينتقل إلى الآن في مملكة السعودية من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي أنشئت انعكاس هذا الأمر اقتصاديا دعني أسأل لستاذ خالد دكتور أحمد إذا سمحت لي استاذ خالد يعني المعروف بأن الصناعات العسكرية في كل دولة من الدول العالم الأول إن صحت العبارة وأنت جئت على ذكر ألمانيا على سبيل المثال دائما ما تعتبر الصناعات العسكرية نواتا لصناعات أخرى مثل السيارات والطائرات أو الصناعات المدنية دعنا نقول هل ممكن بهذه الخطوة أن تتحول السعودية إلى بلد صناعي مستقبلا وباعتبار أن الصناعة العسكرية هي النوات لتحويل البلد من بلد مستورد إلى بلد صناعي هل ممكن بل هو هدف وهو ليس بحث خيار بل أنه هدف يعني رؤية المملكة 20-30 واحدة من أبرز وأهم أهدافها هو هذا التحول إلى القطاع الصناعي لأنه مثل ما قلنا في البداية أنه اليوم أي بلد الحقيقة يريد أن يكون بلداً اقتصادياً قوياً ومؤثراً على مستوى المشهد العالمي يعتمد فقط على الصناعة لاحظ أنه في دول بالذات في شرق آسيا تستورد النفط ولكنها بلدان صناعياً ضخمة جداً كاليابان والصين وخلافة ونستشهدنا أيضاً في ألمانيا بل أنه هناك دول حتى من العالم الثاني ولكن لديها صناعات عسكرية قوية جداً ومؤثرة وبالتالي اليوم الحديث ليس فقط عمر عن الصناعة العسكرية بل أنه الصناعة ذاتها ترتبط بعديد من الصناعات الجانبية صحيح يعني صناعة التعدين، المعادن، إنشاء المستودعات، إنشاء المصانع كل هذه الأمور نخلق حراك متكامل من خلال هذه الصناعة ولاحظ أنه قبل عدة شهرين تقريباً أسست الشركة الوطنية للصناعات العسكرية وأيضاً أسس هيئة تنسيقية ما بين القطاعات العسكرية كل هذه الأمور حقيقة تصب في ذات التوجه وهو أن تتحول المملكة إلى بلد صناعي ضخم واحد من أهم الأدرع الصناعية سيكون بالتأكيد القطاع الصناعي العسكري بدءاً من الطائرات الهليكوبتر وخلافة وانتهاء أيضاً بصناعات العسكرية الخفيفة ولاحظ أيضاً أنه كان المملكة لديها تجربة من خلال مدينة ملكة عبدالعيز العلوم التقنية مع كرواتيا أعتقد وكان تصنيع طائرة شبيهة في طائرة C-130 فبالتالي القدرات البشرية لدينا مع أكرانيا عفواً فبالتالي القدرات البشرية لدينا والقدرات المالية قادرة بإذن الله أن تبلور أهداف الرؤية وأن توطن صناعات عسكرية ضخمة على مستوى العالم ضيفي الكريمين الأستاذ خالد الربش مدير تحرير صحيفة الرياض كنت معنا من الرياض وكذلك من ذات المدينة الدكتور أحمد الشهري المحلل الاستراتيجي شكراً لكم